اشتركوا في القناة عندما كانت الكويت حزينة كان يعلم قطر يمارس التحريض والتجيش على الكويت في وقت نزف جرح الخليج وصدمته بوفاته الشيخ صباح الأحمد الجابر الصبح قلت اطلع على الردود لتعرف حجم الاحتقان الخليجي من الدوحة وأسلوبها الرخيصة حذفت التغريدة ولا نقول إلا حفظ الله الشيخ نوى في الأحمد من خبثهم فيما علق ابن هباس صاحب وثق في مكانته لا يهرول ليثبتها وإنما المنبوذ الذي يجهل مكانته ولا يعرف قيمته من يهرول لالتقاط الصور ومن أراد أن يجاري السعودية في تلك المكان والإرث عند الكويت فعليه أن يربط أمن وسلامة وسيدة وطنه بذار الصبح لا أن يهاجمها ويدعم من يزعزع أمنها أما الكويت عبدالكريم المجهول فغرد قائلا مصر السعودية الإمارة والبحرين لم نرى نحن نحن كشعب كويتي من هذه الدول إلا فزعت الأخي لأخيه وشيمة العربي مع العربي وحرصه على أمن الكويت وقناة الجزيرة منذ نشأته ويتأكيد للكويت بشهادة الأمير صبح الأحمد الجابر الصبح بأننا أكثر من تضرر منها هل يعاد هذه الدول شريف كريستوف فوجه رسالة قوية إلى القطريين وقال التغريدة المقتبسة من عن مؤشرات التوجس عثارت المغاردين القطريين لأترك هجوما ولو كانوا عقلاء لا تساءلوا إذن لماذا قناة الجزيرة حذفت تغريدتها عن الكويت إن لم تكن مسيئة ولماذا قام عدد من المغاردين بالتراجع وحذف تغريداتهم ولو كانت مؤشرات إيجابية لما تطرق لها أحد بطبيعة الحالة للمغاردين القطريين رغم أنني أكتبوا باسم مستعر وبحساب متواضع أمام مقامات من المحللين والكتاب والمسؤولين الخليجيين في تويتر إلا أنه يعترين الخجل جدا أن يكون خصمه ولعلام القطري أنتم لا ترتقون لمستوى أن تكونوا ندا ولا خصما لأحد ليس إقلالا من إنسانيتكم لمن صدقا وبلادعاء أصبحتم ممولين ومملين لمن صدقا وبلادعاء أصبحتم مملين ولم يعود لتغريداتكم ولا حملاتكم أي تأثير بعدما تكشفت كثير من مخططات حكومتكم ومنها الارتماء الظاهري والمخزل المشروع التركي الذي تكشف وانفضح بدوره هو أيضا أرجو أن لا تعتقدوا بأي حال من الأحوال أن التغريدات هي هذه بسبب تأثيركم إنما تهديئة لحماسكم وأشرحا لواقعكم البائس قطر جزء من كيان إقليمي هي اختارت سياسة إشعال الحرائق والدمار في محيطها لأسباب تراها نجحة ومنطقية في صلحها من الطبيعي أن أغطي ويغطي غير أبرز عنشطتها وعنشطة محورها ومن الطبيعي بسبب الفشل الذريع لهذا المصر أن أرفضه وأغطي هفواته وأدعو للتدقيق فيه كغير من العرب الرافضين له كما شن المغاردون السعوديون هجوما حادا على نجمة الكويتية نشرت صورة لأمير بلادها الراحل فقد شن مغاردون سعوديون هجوما لذي عن الفنان الكوميدي الكويتية هي الشعيبي بسبب صورة لأمير الكويت الراحل نشرتها برحسبها على تطبيق سنابشات ونشرت الشعيبي سلسلة الصور بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مع زعماء عرب وأثرت إحدى تلك الصور غضب السعوديين ودفعتهم إلى تدشين هاشتاغ هي الشعيبي تسير للصعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتظهر الصورة أمير الكويت الراحل مع أمير قطر الحالية الشيخ تميم بن حمد الثاني مع عبارة مع عبارة اللهم إنه كان نصيرا للحق عدو للباطل اللهم ارحمه برحمتك واعتبر مغاردون السعوديون الصورة مسيئة لبلادهم أعتبرين أنها تسير إلى أن قطر في موضع حق والصعودية في موضع باطل في الخلاف الخليجي الحالي بين الطرفين كما نشرت الشعيبي صورة أخرى لأمير قطر الذي حضر جنازة أمير الكويت الراحل مع عبارة ونعم الجار يذكر أن الكويت كانت على مسافة واحدة في الأزمة بين قطر من جهة الصعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى وحاول أمير الذي توفي منذ أيام حل تلك الأزمة في أكثر من مناسبة